شهد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان ألقى كلمة قدم خلالها الشكرى للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي بكلية القادة والأركان مشيرا إلى أن فعالية هذا البحث تأتي في ظل تصارع التطور التكنولوجي في نظم التسليح العالمية مؤكدا على الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة في تحديث قدراتها بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري